إدراج مباني مدينة الصلط القديمة على لائحة التراث العالمي دفع الشابة الأردنية آية أبو رمان إلى توثيقها بهاتفها النقال لتكون ضمن قائمة الفائزين بمسابقة تصوير أطلقتها منظمة اليونسكو بمناسبة مرور خمسين عاما على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي نحن لما نعطي صورة نحن نحكي قصة بس نلتقط صورة ونمشي لا نحن نحكي عن حكاية واخترت الصلط لأنها مدينتي اللي نولدت فيها وتربيت فيها أكثر من مائة ألف موقع أثري اكتشفت في الأردن لتعاني من آثار التغيرات المناخية وعدم قدرة الجهات الرسمية على تأهيلها بسبب قلة التمويل المالي ونقص الكوادر التقنية عنا أكثر من خمسة عشر ألف موقع مدروس ومسجل وعنا أكثر من مائة ألف موقع مكتشف التحدي الأكبر أنه بعض المواقع كبيرة جدا التحدي المادي هو جزء ولكن التحدي الأكبر هو التحدي التقني وجود القدرات الفنية القادرة على التعامل مع هذا الكم الكبير تشكل عائدات السياحة الأردنية 13% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تجاوزت خمسة مليارات دولار عام 2019 رقم يفرض تكثيف جهود الترميم لباقي المناطق الأثرية لتكون رافدا جديدا لخزينة الدولة في ظل حالة انتعاش يعيشه القطاع السياحي حتى لو كانت نصلت إلى 13-14 لكن الرقم يزيد يعني كانت عائدات السياحة كانت بالعام 2019 كانت حوالي خمسة مليار وثلاثمئة مليون دولار كل ما زدنا تجارب سياحية ومنتجات سياحية بزيد عدد السياحة ومنذ العام 2001 مولت وزارة الخارجية الأمريكية من خلال صندوق السفراء عملية ترميم أكثر من 20 موقعا أثريا في الأردن بقيمة وصلت 3 ملايين دولار ترميم آلاف المناطق الأثرية المهمشة في الأردن والحفاظ على أخرى أدرجت على لائحة التراث العالمية هو ما تسعى إليه الجهات الرسمية بالتعاون مع منظمة اليونسكو جهود تصطدم بقلة الموارد المالية ونقص الكوادر المختصة في مجال الترميم حيدر العبدالي الحرة عمان